في وقت سابق قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن يحيى سريع إن قوات جماعته نفذت ستة عمليات عسكرية استهدفت سفنا كانت متجهة نحو فلسطين المحتلة ثلاث منها في البحر الأحمر واثنتان في بحر العرب وأما السادسة فكانت في البحر المتوسط وفق ما جاء في بيان سريع نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستة عمليات عسكرية وعلى النحو التالي ثلاث عمليات عسكرية في البحر الأحمر استهدفت الأولى سفينة لاكس وقد أصيبت إصابة مباشرة وتضررت بشكل كبير بفضل الله العملية الثانية استهدفت سفينة مورية والعملية الثالثة استهدفت سفينة سيليدي وقد نفذت العمليات الثلاث بعدد من الصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيرة وأدت إلى تحقيق إصابات مباشرة بفضل الله ونفذت القوات المسلحة عمليتين عسكريتين استهدفتها سفينتي ألبا وميرسيك هيردفوفيد الأمريكية في البحر العربي وتمت عملية الاستهداث بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة واستهدفت العملية العسكرية السادسة سفينة منير ليفاء سفينة منير فاء أنتونيا في البحر الأبيض في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة وقد تم استهداف كافة السفن المذكورة لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة ترجمة نانسي قنقر